اشتركوا في القناة وثلاثون من شهر كانون الثاني العام الفين واربا وعشرين مراسم توقيع عقد استثمار مدينة علي الورد السكنية والتي تقع في مدينة النهروان شمال شرق بغداد بمساحة اربع عشرين الف خمسمية وسبعة عشر دونم وبعدد وحدات سكنية بحدود ما وعشرون الف وحدة سكنية وستكون مدينة مستدامة وصديق للبياء وتحتوي المدينة على مباني جامعية ومجمعات طبية وتجارية ومرافق رياضية وترفيهية يتفضل بالتوقيع عن جانب العراقي السيد بن كيريكاني وزير العمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ويتفضل بالتوقيع عن جانب شركة أورا لتطوير العقارية سيد نجيب سوارس رئيس مجلس دارة الشركة ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم أبارك لأبناء شعبنا العراقي العزيز وأهالي بغداد بالتحديد هذه الخطوة المهمة في إنجاز هذا العقد مشروع مدينة علي الوردي السكنية هذا المشروع الذي ينفذ لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية من حيث الحجم والتنوع والفعاليات والتخطيط والمواصفة وكل الخدمات والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية أخذنا بنظر الاعتبار أحدث ما وصلت إليه عملية إنشاء المدن طبعا أحيي جهود الجميع الفريق من وزارة العمار والإسكان وحيئة المدن والدوائر أمانة بغداد الذين بذلوا جهد مميز واستثنائي لمواجهة كل العقبات الفنية الإدارية القانونية والتي انتهت بقرار مجلس الوزراء في جلسة يوم أمس كذلك أتقدم بالشكر الجزيل للأخ العزيز رجل الأعمال الكبير الأستاذ نجيب سويرس الذي بادر إلى هذه الخطوة واقتنع بأن في العراق بيئة استثمارية مهيئة وجاذبة لكي يقدم هذا المشروع المهم لأبناء الشعب العراقي معروف أستاذ نجيب بمشاريع الكبرى على مستوى دول العالم وخصوصا في مجال التطوير العقاري لدينا ثقة كبيرة به ومجموعته وبكل إمكانياته الفنية في أن ينفذ هذا المشروع الرائد الذي أؤكد أنه ينفذ لأول مرة بهذه الكيفية بهذه الصورة الحكومة جادة في هذا المسار لقد قطعت الوعد في البرنامج الحكومي أمام الشعب بأن أزمة السكن سوف تجد حلول جذرية لحل هذه الأزمة المزمنة وفعلا هذا المشروع سوف ينهي أزمة السكن في بغداد والمناطق المجاورة بأحدث ما توصلت إليه إنشاء هذه المدينة سوف ندعم كل رجال الأعمال الجادين المتمكنين فنيا وماديا في تنفيذ مشاريحهم وسوف يجدون مننا كل الدعم والتسهيلات من كل المؤسسات الرسمية أيضا نشكر اللجنة النيابية في البرلمان على دعمها للوزارات والحكومة في سبيل تنفيذ هذه المشاريع بالتوفيق إن شاء الله اشتركوا في القناة